محملة تدخل الشاحنات إلى مطمر النعمة لتخرج منه بعد فترة فارغة هكذا تستكمل الأعمال بشكل طبعي في المطمر بعد التمديد له أعمال توقفت بعد وصول عدد من المعتصمين المحتجين على عدم إقفال المطمر في الموعد الذي كان مقررا الأمس أقر مجلس الإنماء والأعمار ملف التلزيمات وأعطى مهلة شهر في ملف الكهرباء ومهلة الشهرين في ملف النفايات وبعدها مهل أخرى وإجراءات مالية ومن بعدها تبدأ الشركات القابدة بالعمل وإذا فردنا أن هذه الشركات جاهزة للبدء وحاضرة لوجستيا يلزمها من ثمانية إلى تسعة أشهر لكي تتمكن من تجهيز مكان بديل عن هذا المطمر فإذن نحن أمام تمديد جديد عن الوعد الثاني الغير صحيح المعلم بقرار الحكومة هذا التحرك الذي أرادت الحركة البيئية اللبنانية وحملة إقفال مطمر النعم عيند رفيل أن يكون تحركا رمزيا بعيدا عن الحشد أكد المشاركون فيه خوفهم من الآتي يعني فيه عدم مصدقي بين المجتمع المدني وبين الحكومة وهذا الشيء عم بيسبب شرخ كبير بالمستقبل بتمنى أنه يتعالج لحتى ما نوصل لمستجدات أخطر من هاي في لجنة مألف من الحركة البيئية من رئيس الحركة البيئية وأعضاء الهاية الإدارية عبد جول على المرجعيات السياسية بالبلد زارة رئيس الحكومة وزارة عدة مسؤولين طبعا الملفات عبدت جاوجال وأكيد رح يطلعوا بخلاصة معينة إلى تقريب وجهة النظر مدخل مطمار النعمة سيشهد تحركا مماثلا كل 15 يوما فالمجتمع المدني لم ولن ينسى وعودا قطيعت له